شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة وموسعة من خلال إدارة الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين محتكريا السلع الاستراتيجية وحكبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضر بصحة وسلامة المواطنين وأتأتي الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إطاحة السلع للمواطنين في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين وتأكيدا على اهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بجودة عالية تحركت سيارات ضبط الأسواق مع مأمور الضبط القضائي في حملات مكبرة على الأسواق لضبط المخالفين المخالفات معروفة وسهلة يعني هو بالنسبة لنا بيكون السلع مجهولة المصدر اللي ليس لها فواتير أو مسردات تدل على مصدرها السلع التي ليس عليها بيانات كاملة أو غير مدونة عنها بعض الكلمات أو ممحاة وسهلة الإزالة السلع المنتجة الصلاحية أيضا لو هناك سلع المنتجة الصلاحية برضو الحملة بدأت في الأول من يونيو وما زالت مستمرة لحجب السلع الفاسدة وغير الآمنة من التداول بزيارات مفاجئة للتحقق من تاريخ الصلاحية ومصدر الإنتاج وجودة السلع والتأكد من عدم حجب السلع لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار استكمالا للدور اللي بيقوم بيه جهاز همية المستهلك النهاردة موجودين في المخزن اللي حضراتكو تبعتونا فيه بنراجع أو لما بندخل المخازن أو أي كان النشاط التجاري بنراجع المستندات اللي موجودة في المكان بضع ضربية والسجل التجاري الرخصة بعد كده بنشوف الفواتير اللي دخلت بيها السلع للمكان والفواتير اللي بيبيع بيها المكان ده تطبيق للقرار 330 لسنة 2017 اللي بنص على الفاتورة يبقى موجود فيها سعر بيع المستهلك حملات رقابية أعلن عنها جهاز حماية المستهلك لمتابعة المحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وللتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق بالإضافة لتطوير أدوات استقباله للشكاوة فبعد أن كان يتلقاها على خطوط الهواتف الرئيسية فقط عمل على تطوير أجهزة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التعامل السهل والسريع لإيصال شكواه كريم بيبرس التلفزيون المصري